موسيقى خرج أهالي مدينة سقبة في الغوطة الشرقية بريف دمشق بمظاهرة حاشدة طالبوا فيها جيش الإسلام بإطلاق صراح أبنائهم من السجون التابعة له ووقف الاعتقالات القصرية بحق عدد من نشطاء المدينة كما طالب المتظاهرون القضاء الموحد بوقف الاعدامات والكشف عن مصير بعض المغيبين نتابع موسيقى 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 طيب خليني أنتئن لحسامة محمد الكاتب الصحفي من الريحانية السيد حسام يعني أهالي الغوطة الشرقية يكفيهم حصار النظام ليأتيهم حصار من نوع آخر حصار جيش الإسلام من الناحية التجارية وأيضا اعتقالات وأشخاص مغيبين كيفhou في صورة الوضع السورية المسلحة لأن هناك في الواقع في الحقيقة ما لاحظناه في الأونة الأخيرة أو بالتحديد خلال الشهرين الأخيرين هو تراجع كبير في أداء القضاء الموحد في الغوطة الشرقية يعني أعتقد أنه أصابه بعض الخلل هذا الخلل بات واضحا أنه سوف يصب بالطرف أو الجانب الآخر وهو الجانب الغير يحبذ جيش الإسلام والاتحاد الإسلامي وفيلق الرحمن وهذا الوتر الذي بدأ بالتداوله بين الناشطون وبين المتظاهرين في الأونة الأخيرة طد جيش الإسلام نلاحظ في الأونة الأخيرة نعم هناك ضعف كبير في القضاء الموحد هناك ضعف كبير لدى إعلام جيش الإسلام جيش الإسلام لم يخرج في بيانات صحفية بيانات رسمية توضح منهم المعتقلون وما هي جرائمهم أيضا القضاء الموحد في الغوطة الشرقية لم يخرج بتلك البيانات هذه خطوة تحسب لأهالي المتظاهري ومن جهة أخرى القضاء الموحد هو من أعطى الشرعية لجيش الإسلام في اعتقال هؤلاء وهو أعطاه من الظلة الشرعية في الغوطة الشرقية ومن جانب آخر وهو الأهم أن في الغوطة الشرقية ليس فقط جيش الإسلام هناك الاتحاد الإسلامي هناك فيلق الرحمن هناك جبهة النصر هناك أحرار الشام إن كان جيش الإسلامي فعلا قد ارتكب خطأ فادح أو بإصداره لقرارات الإعدام أين بقية التشكيلات العسكرية في الغوطة الشرقية؟ لماذا هي ساكتة عن هذه الانتهاكات إن كانت هناك انتهاكات؟ يعني هذه الأمور أعتقد أنها تعطي قوة حقيقية لجيش الإسلام على الأرض في الغوطة الشرقية هذا من جانب آخر حتى أن جيش الإسلام قد أفرج خلال الأونة الأخيرة على عدد من أولئك المعتقلين ولكنه لم يخرج إلى وسائل الإعلام ويتحدث عن أطلاق صراحهم ولم يتحدث عن البقية ما هي جرائمهم ما هي التهم التي وجهت إليهم يعني في الحقيقة في الغوطة الشرقية يبدو أن القضاء الموحد أو تراجع أداءه في القضاء الموحد سوف يكون نقطة ضعف يحارب بها جيش الإسلام في الأونة الأخيرة هذا تقريبا هو جلء الموضوع في الغوطة الشرقية أما من الجانب الغذائي في الغوطة الشرقية ليس فقط جيش الإسلام أو المتظاهرين هم من يعاني من نقص الغذاء كل الغوطة الشرقية يعني نلاحظ بالأمس هناك حالات للوفاة في الغوطة الشرقية أيضا من الموت شوعا الحصار محكمة للغوطة الشرقية يعني مثل ما ذكرت هي النقطة كثير مهمة أن الغوطة الشرقية هي بالأساس محاصرة وفي حالات وفيات فمونع قصة القصة أنه يصير أيضا في ضغط على المدنيين الموجودين هناك من قبل جيش الإسلام نحن نعرف أنه جيش الإسلام هو من أقوى الفصائل حاليا يعني يمكن نقول أنه الموضوع بإيده تمام بس النقطة الأهم هي نقطة سقبة التي خرجت في المظاهرات هي طبعا هي تعاد من النقطة الكبرى أو النقطة القوية جدا لجيش الإسلام فهو أقوى الكتابة وقوى التشكيلات العسكرية في مدينة سقبة إلا أنه لم نلاحظ أنه قام بقمع المتظاهرين في سقبة وجعلهم يتظهرون بأريحية أما أعتقد أن النقطة التي أدانت أو فتحت باب الهجوم على جيش الإسلام هي قراره الذي أصدره بمنع خروج الطلاب من الغطة الشرقية إلى مناطق النظام لإداءة الامتحانات خلال الشهر الماضي أو بداية الشهر الحالي هذه النقطة أيضا لاحظنا أن هناك بعض الناشطين أو بعض المعارضين لزهران علوش قاموا بشن حملة على زهران بهذا المجال نعم بدي أرجع عن براء عبد الرحمن الناشطة العلامية من الغطة الشرقية يبدو بأنه عنده تعليق حابب يتضيفه وتفضل براء نعم تعليقي البسيط يا سترولا صدقيني أن هذه حملة ممنهجة لا نريد أن نركز على الجانب السلبي منها لكن الجانب الإيجابي أن فعلا جيش الإسلام ترك هذه المظاهرة بكل أريحية لكن أنا أود أن أعلق على الناشط الإعلامي الذي يداخل معنا من سقبة السنة الماضية من نفس المسجد كانت هناك أعداد أكبر من هذه الأعداد خرجت ضد النصرة بعد أن قتلوا المهندس عبد الكريم محمد عبد الكريم عبيد وهو مهندس قتل على أيدي النصرة وخرجت مظاهرات في تلك الوقت وكان من ينشط بتلك المظاهرات نفس الرجل الذي كان قبل قليل ينشط ضد جيش الإسلام لماذا لم يكن هناك إعلام ضد النصرة ولماذا لم يكن هناك إعلام محايد ولماذا تنسيقيات الثورة في سقبة لم تنقل ولم تغطي تلك الأهداف لماذا فقط جيش الإسلام الذي ترك هذه المظاهرات بكل أريحية علقوا ضدها وبدأوا بتسويق ضد جيش الإسلام أموما براء الأهالي بسوريا وبالغوطة وما كان يعني كسروا حاجز الخوف وصار من حق أن يظهروا على أي شيء ممكن فعلا أنه يكون بمسفيون وأنه يأزي الثورة اللي قاموا فيها بشكرك براء عبد الرحمن الناشط الأعلامي من الغوطة الشرقية وأبو نبيل سقبة الناشط الميداني من سقبة وحسامة محمد الكاتب الصحفي من الرحانية ومشاهدين نختم حلقة اليوم بلغطة الانتصار التاريخي إلى اللقاء هذا الانتصار الذي حققته